اشتركوا في القناة اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين صدق الله العظيم كما من عليهم بالماء والمرعى والامن والرخاء فعاش قوم ثمود لعقود طويلة في امن وامان لا يروعهم جوع ولا يؤرقهم فقر ولا يهلقهم مرض فانشأوا مدينة كبيرة يقال لها الحجر وكانت الحجر مدينة عظيمة ذات بنيان مهيب وكأن قوم ثمود أرادوا أن يحاقوا ما سمعوه من آبائهم وأجدادهم عن قوم عاد من عظيم بنيان ولما قست قلوبهم وباتت كالحجارة التي ينحتون بها بيوتهم وبعد أن أشرقوا بالله الخالق الواحد الأحد أرسل إليهم ربهم رسولا منهم ذو حسب ونسب وصهر ورحم قريب ليس بغريب يعرفهم ويعرفونه إنه نبي الله صالح ثاني أنبياء العرب استعد مصر فها هو صيدنا اليوم أطلق سهمك يا قدار فهذا هو وقت القنص مرخى بالصيد السمين هكذا اعتاد سهمي ألا يخطئ هدفه أبدا بوركت يا قدار إنه وعل ضخم سيكون حفل شواء عظيم هذه الليلة فلتحمله معي على ظهر الفرس حتى نعود إلى الحجر قبل غياب الشمس فلقد بعدنا كثيرا في صيدنا هذه المرة لا ضاير فالصيد هذه المرة كان يستحق العناء انظر يا صديقي كيف أصبح البيت جميلا صدقت لقد أصبح مبهجا لمن ينظر إليه هذا أمر يدخل على القلب السرور هذا ما صنعته أيدينا كم بنينا بيوتا في الحجر وكلها كانت على هذا النحو من الجمال هل تعتقد بأننا قد بلغنا من عظيم الشأن كما بلغ السابقون من قوم عاد لقد سمعتوا عما فعله الأولون لقد شيدوا قصورا لا مثيل لها في البلاد ولكننا نسير على الدرب يا صديقي عسى أن ترضى عنا الآلهة ولا يحل بنا العذاب كما حل عليهم إذن فيجب علينا أن نشيد المعابد لهم عسى أن تحل البركة والرحمات رأي صائب فلنفعل ذلك ولكن بعد أن نستأذن سيد الحجر حين عودتنا أتقصد الحارث بن صخر؟ نعم فهو كبير قوم ثامود فإن وافق بنينا صرحا عظيما للآلهة نتعبد فيه ليل نهار نعم الرأي برع قوم ثامود في نحت بيوتهم في الصخور كما فعل أسلافهم من قوم عاد حتى صار هذا التقص أمرا شائعا بينهم من باب التباهي والتفاخر شاعت بينهم عبادة الأصنام كما شاعت في الأقوام الأخرى فلم يعد أحد منهم يرضى بأن يعبد إلها لا يراه فطمس الدعوة نوح بعد الطوفان ولم يبق منها إلا الذكرى فابتعد الناس عن التوحيد وعن عبادة الله الواحد الأحد وراحوا يقدسون أصنامهم كيف أحوال التجارة يا حارث؟ كل شيء يسير على أفضل حال تجارتنا توسعت كثيرا في الأيام الأخيرة نشكر الآلهة على كرامها وعطائها ومتى ستعود القافلة من بلادك نعان؟ خلال أيام قليلة ولكن لم تسألين يا منيا؟ أعرف أن القافلة الآتية من أرض كنعان بها الكثير من الحرير والزينة وتعرف كم أحب الحرير والزينة فأردت أن أتخير لنفسي ما طاب منها نعم أعرف يا زوجتي العزيزة فهذا طبع لا يفارقك أبدا هل هذا كل ما تريدين؟ أم أن هناك شيئا آخر؟ العبيد يا حارث أنت سيد ثمود ولا يليق بك هذا العدد الزهيد من العبيد العبيد؟ وما حاجتنا إلى العبيد يا زوجتي؟ أليس لدينا من يقوم بقضاء حوائجنا؟ ولما لا نستزيد؟ العبيد طوق في رقاب سيدهم يمرأة طوق لا في كاكم طعام وشراب ولباس وسكن أنا لست صاحب ضياع وبساتين لكي أحوز على الكثير منهم بل أنا تاجر وتجارتي لا تحتاج لمثل هؤلاء الحمقى ولكنك سيد ثمود وكبيرها وهيبتك ضرورة بين الناس أوه دع عنك هذا الحديث فيكفي ما لدينا من عبيد وإماء أما الحرير والزينة فلك ما طلبتي وأكثر لك ما شئت يا زوجي الحبيب باركك الله يا ناجية فأنت تعملين بجهد منذ مطلع الشمس فهلر تحت قليلا راحتي من راحتك يا أحتب لا تحمل همّا فسعادتي تكتمل حينما أخفف عليك الحملة قليلا حفظك الرب يا زوجتي الحبيبة فأنت بحق هدية من الخملة خالق تستحق الشكر بالليل وبالنهار كذلك أنت يا أحتب فقد كنت لنا دائما نعم الزوج والراعي فليباركك الرب في السماء ويحفظك من كل سوء الماء غزير هذه الأيام والينابيع ممتلئة كما أن المرعى في أفضل حال دعك من الماء والمرعى وأخبرني هل سمعت بنبأ صالح؟ عن أي نبأ تتحدث؟ النبوة يا فلاح يقول صالح إنه نبي مبعوث من الله الإله الواحد وأنه أتى لكي يعلم الناس دين الحق ويرشدهم إلى الصراط المستقيم هذا كلام عجيب أنا لم أسمع بمثله من قبل وماذا تقول فيه يا فلاح؟ إننا لم نعهد على صالح الكذب بل ونشهد له بمكارم الأخلاق إلا أن قوله هذا لهو القول العظيم والتيقن منه أمر ليس بالهي يا جعفر يا فلاح هل أم معي؟ هل أم؟ ماذا بك يا قيس؟ إن ثمود تقتتل وأسأل الآلهة أن لا يعظم الأمر فيحيق الهلاك ماذا بك؟ هل جننت؟ عن أي شيء تتحدث؟ عن الفتنة يا فلاح الفتنة التي ستلتهم ثموداً عن بكرة أبيها هل أم معي؟ والأغنام؟ اترك الأغنام لمرعاها ولتحفظها الآلهة من الذئاب هل أم معي؟ هيا أسرع دع عنك هذا القول يا أشعث فنحن لا نريد الفتنة في ثمود فتنة يحترق فيها الأخضر واليابس الفتنة هي تلك التي صنعها رجلكم بدعوته ترك آلهتنا واتباع إلهه صالح لم يدعو لفتنة هذا قوله وفي الحجر من حق الجميع أن يتحدث يا أشعث أوليس بالحجر من يؤمن بعبادة الكواكب؟ أوليس منها من يعبد النار؟ مثل عبادة أهل فارس؟ أوليس بها من لا يسجد لآلهتكم؟ فلماذا تركت كل هؤلاء وخاصمت صالحاً ودعوتاً إلا لو كان بينك وبينه عداوة؟ ليس بيني وبين أحد عداوة يا جعدان إنما هي الغيرة على آلهتنا آلهتك لم تشتكي لك ولم ترسل لك رسالة بأن تدافع عنها كما أنك تعلم يا أشعث بأن صالحاً من أشراف ثمود والاقتراب من؟ يعني فتنة وحرب لا هوادة فيها إذن مرحباً بالحرب في سبيل الدفاع عن آلهتنا أغمد سيفك يا أشعث فمنذ متى يحارب أهل الثامودة بعضهم بعضاً؟ ولكن الأمر جلل يا حارث إن كان الأمر جللاً كما تدعي فلنجلس ونتناقش لنجد حلاً له أما السيوف فلا نشهرها إلا على أعداء ثمود نعم الرأي يا سيد ثمود هذا هو القول الصائب وليكن الأمر لك يا حارث فأنت كبيرنا ولا سبيل لمخالفة أمرك إذن فليتفرق الناس كل إلى حال سبيله هيا اذهبوا لما كان الصراع بين الحق والباطل سنة الله الماضية في هذا الكون فقد شاء الله تعالى أن يفترق الخلق في شأن الرسل إلى فريقين فريق مصدق لدعوتهم متبع لدينهم وفريق مكذب مخالف لهم يتربص بهم الدوائر ولقد بين الله لنا ذلك في قصة نبي الله صالح مع قومه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كان نبي الله صالح عليه السلام قد أمر من الله عز وجل بتبليغ الرسالة إلى قوم ثمود عسى أن يهتدوا للحق ويتجنبوا طريق الشيطان فتعجب أهل الحجر من دعوته وراحوا يتساءلون فيما بينهم كيف يجمع صالح للآلهة كلها في إله واحد وما هذه البدعة التي أتى بها دون غيره من أهل ثمود وكيف نصدق أنه نبي مرسل من الرب كانت هذه أسئلتهم فيما بينهم فاستقبر أكثرهم وكانوا من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم لقد كاد الثمود أن تهلك صدقت يا جعفر فلو حدث اقتتال بين القبيلتين لما نجى منهما أحد لولا قدوم الحارث لصارت العواقب وخيمة على أهل الحجر ولكن لما كل هذا؟ ما الذي فعله صالح حتى يغضب القوم كل هذا الغضب؟ لقد عاد صالح لدعوة الناس لعبادة الرب الواحد وترك عبادة غيره من آلها أفعل ذلك حقا؟ غريب هذا الأمر ولكن لما يدعو صالح بمثل هذه الدعوة العجيبة؟ يقول بأنه رسول من الله أرسله إلى الناس ليتبعوا الحق وما رأيك في هذا القول يا قيس؟ لا أعرف يا جعفر لا أعرف فكلنا نعرف صالحا جيدا ولم نعهد عليه إلا الصدق ولكن هذا دين آبائنا وأجدادنا ولا سبيل لتغييره من قال بألا هناك سبيل لتغييره يا قيس؟ كل شيء يتغير يا صديقي ماذا تقول؟ هل أنت راضي عما قاله صالح؟ أنا لم أرض ولم أسخط بعد هذا لأنني لم أسمع لصالح إلى الآن فلأسمع له أولا ثم بعد ذلك يكون حكمي أراه رأيا صائبا وأقرب إلى العقل أنت أيضا؟ بل وأنت أيضا يا فلاح هيا دعونا نذهب معا إلى صالح ونسمع منه ثم نحكم بعد ذلك هيا بنا ما بكم يا قوم ثمود؟ كيف تسمحون بساب وهجاء آلهتكم وأنتم تنظرون؟ كيف تصمتون على فعلة صالح؟ هل هانت عليكم آلهتكم إلى هذا الحد؟ وماذا تريدون أن نفعل يا ابن بلغوم؟ تثورون وتغضبون يا رجل إنها آلهتنا وآلهة آبائنا وأجدادنا فإن لم نغضب لها فلمن نغضب إذن؟ ولكنك قد رأيت ما حدث فلقد أنهى الحارس النزال وعادت كل قبيلة إلى سبيلها دع عنك الحارس بن صخر وشأنه فقدره ليس كقدر آلهتنا وإن كانت الغيرة قد قتلت لدى الحارس فالغيرة لدينا نحن رجال ثمود لا تموت أبداً وماذا ترانا فاعلين يا ابن بلغوم؟ هذا هو السؤال الذي أنتظره من الآن لا مكان لصالح بيننا حتى يأتي بالبينة على قوله بينة لا شك فيها تكون آية لقوم ثمود؟ آية؟ مثل ماذا؟ لا أعرف يا رجل ولكن ألم يدعي صالح بأنه رسول مبلغ من الخالق؟ وأنه نبي بعثه الله لهداية قوم ثمود؟ إذن فليرينا من آيات ربه ثم نرى بعد ذلك أن أؤمن به أم لا؟ أما إن كان كاذباً فوجب علينا حينها نفيه من مدينتنا فيخرج منها ولا يعود إليها أبداً هذا هو الرأي الصواب فليكن ما قلت يا داهية ثمود ها 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 إلى متى هذا العناد يا صدوق؟ إلى متى سترفضين كل من يتقدم لخطبتك من رجال ثمود؟ يا بنيتي ما الذي تبحثين عنه؟ أبحث عن الفارس المغوار الذي لا يهاب شيئا في حبي يا أم صدوق عن رجل تتحدث عن شجاعته القبائل وفي سبيل حبي يرمي بنفسه وسط المهالك ومن هذا الفارس؟ ومن هذا الفارس يا بنت أبيك؟ وكيف سيأتي؟ وليكن حلما كما تقولين ولكن هذا ما أبحث عنه بين الرجال فمن يريد أن ينال رضاء صدوق بنت محية جميلة ثمود فعليه أن يقبض على النار بكلتا يديه دون أن يتوجع أنت يا صدوق مثل أبيك أبوك لا يتوقف أبدا عن مطردة الغزلان في البرية وكأنه خلق من أجل الله كلاكما على نفس الشاكلة تأخذون الحياة على مأخذ اللهو واللعب عمت مساء يا أحطب مرحى بخيرة شباب ثمود تفضلوا جئناك لنسألك في أمر هام يا أحطب عن أي أمر تسألون يا جعفر؟ عن أمر صالح ودعوته علمت بنبأ العراق الذي ضار بين القبائل في أسواق ثمود نعم علمت ولكن ما دخلي أنا بهذا الأمر؟ نعلم بأنك صديق صالح ومن المقربين له فهل لا أنبأتنا عن أمره؟ هل أنت مؤمن بنبوة صالح يا أبا عدنان؟ ولما اهتمامكم بهذا الشأن الشائك يا شباب ثمود؟ لأننا نبحث عن الحق يا أحطب وأنت من سيدلنا إلى السبيل الحق فإذا كنت قد آمنت برسالة صالح فخذنا إليه لكي نسمع منه عسى أن نجد في قوله الهداية الله لولا أني أعرفكم جيدا وأعرف أنكم من أفضل شباب ثمود لما أكملت معكم هذا الحديث فإن نبي الله لم يأمرني بالجهر بالإيمان نبي الله؟ إذن أنت مؤمن بنبوة صالح يا أحطب وكيف لا أؤمن؟ وقد رأيت طريق الحق بأم عيني والله إن صالحا لهو نبي مرسل من الله عز وجل يدعو الناس لعبادة الواحد الأحد خالق كل شيء بديع السماوات والأرض جل شأنه إذن خذنا إليه لكي نسمع منه يا أحطب ليس قبل أن يأذن ليه فدعوني أستأذنه لكم وفي الغد سأتيكم بالخبر اليقين إن شاء الله يا قوم ها قد علمتم ما كانت ثامود مقبلة عليه من هلاك لولا أن حفظتنا الآلهة وإني جمعتكم اليوم لأخذ العاهد عليكم بأن لا يقدم أحد منكم على مثل هذا الفعل الأهوج مرة أخرى وكيف لنا هذا يا حارث وأنت ترى ما يفعله صالح إنه يعبث بديننا وهذا أمر لا هزل فيه يا حارث لو أنك تركت الأمر لنا لقضينا عليه وعلى دعوته إلى الأبد ما هذا القول يا رجل أهكذا تدار الأمور في ثامود أين حكمتكم يا رجال ألا تعرف قدر صالح في قبيلته وكيف ستصير الأمور لو أقدمت على قولك الأهوج هذا حينها ستسقط الثامود وتتفتت وتنكسر شوكتها وتصبح لقمة سائغة للأقوام المجاورة فكيف المخرج إذن يا كبير ثامود وقد علمت عن صالح ما علمت تحلوا بالصبر ولنرى إلى أين ستبلغ دعوة صالح فلئن رفضه أهل ثامود قفينا شره وشر القتال ولئن لاقت دعوته صدا بين الناس حينها يكون لنا معه شأن آخر وليكن ما قلت يا حارث فقولك الصواب ولا صواب غيره نعم الرأي يا أبا صخر نعم الرأي يا سيد ثامود عمت مساء يا قدار عمت مساء أكنت في بيت الندوة تعلمين أني كنت هناك وماذا حدث مجرد ثرثرة بلا معنى أراك غير راد عما دار هناك بل أنا صاخط أشد ما يكون الصخط لقد هارم الحارث بن صخر ولم يعد أهلا للسيادة بعد الآن لقد كنت تبحث عن الدماء يا قدار هذا هو شأنك دائما نعم الدماء بالدماء وحدها تنصلح أحوال البلاد عالية ولا شيء غير الدماء إياك أن تخرج على قول السادة يا قدار فما أمر به الحارث سيف على رقبتك وإلا فأنت تعرف ما هي العاقبة ليس بعد الآن فبسيف هذا ستنتهي فتنة صالح إلى الأبد قدار أرى في عينيك الشر فبأي سوء وسوس إليك شيطانك سأقتل صالحا هكذا وسوس شيطاني وإني بحق الآلهة لمن المجيبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ نبأ نبي الله صالح عليه السلام ينتشر في ثمود فراح الناس يتحدثون في الأسواق وفي المعابد عن هذه الدعوة الجديدة التي أتى بها نبي جديد وكان أكثر الناس يستهزئون بما جاء به ولا يلقون له بالا فراح نبي الله صالح عليه السلام يخرج لدعوتهم في كل يوم دون خوف من بطشهم ودون يأس من رفضهم لدعوته أملا أن يهدي الله على يديه بعضا من المؤمنين وأن لا يكون مصير قوم ثمودة كمصير قوم عاد إلا أن البعض من المشركين لم يكن ليتركه يدعو إلى سبيل الحق بأمان دون ترويع فراحوا يكيدون له مرحبا يا قدار تفضل هل هناك أحد بالبيت؟ لا أحد فزوجتي قد خرجت منذ قليل ولكن لما؟ جئتك في أمر عظيم يا مصرع فأنصت إلي تحدث فأنا أسمعك لقد سمعت ما قاله الحارث بالأمس في بيت الندوة نعم سمعت وما رأيك يا مصرع؟ هل أنت راض عن هذا الأمر؟ هل أنت راض عن قول الحارث بن صخر؟ وما الذي ستغير إن رضيت أم لم أرضه؟ الكثير الكثير يا مصرع الكثير تحدث دون مقدمات فأنا أعرف أن هناك أمرا قد عزمت عليه وأنك قد أتيت لي في هذه الساعة المبكرة لتشركني في الأمر ومن لي أشركه في أمر غيرك يا صديقي فأنت تعلم بأنك أقرب الناس لي وأنت تعلم بأنك إن خط البحر خطه معك فقل ما الذي قد عزمت عليه؟ قتل صالح ماذا؟ ما الذي تقوله يا قدار؟ هذا هو السبيل الوحيد يا مصرع لحفظ سيادتنا على ثمود فلئن انتشرت دعوة صالح بين الناس لعلى قدره هو وقبيلته وذهبت السيادة لهم وضاع حلمنا في السيادة إلى الأبد ولكن قتل صالح ليس بالأمر الهيئ وليس بالمستحيل أيضا يا رجل ما علينا إلا أن نتفق أولا ثم بعد ذلك يتيسر كل شيء بعون الآلهة ولكن لا تتردد يا مصرع لا تتردد ودعك مما قاله الحارث بالأمس سأتركك للغد فكر جيدا حتى نلتقي أتركك في حفظ الآلهة راح صالح عليه السلام يقص لضيوفه عن دعوته عن الله الواحد الأحد رب السماوات والأرض عن الغيب ويوم الحساب يبلغهم بنبأ السابقين ويحذرهم من الشرك بالله ويخبرهم عن صفات الله العلا ويبشرهم بما أعده الله للمؤمنين من عظيم الجزاء وراحوا يستمعون له بقلوبهم قبل آذانهم فأراد الله أن يشرح قلوبهم للإيمان فآمنوا جميعا ثم بايعوه على نصرته ونصرة دين الله بأموالهم وأنفسهم وكانوا من الصادقين الحمد لله الذي جمعنا على الإيمان به ووفقنا لهذا الخير العظيم إنه هو المتفضل على الناس أجمعين له الحمد والمنة على هذا الفضل العظيم كم كنا في جهالة وظلام من قبل سبحان من يهدي العبادة إلى سبيل الحق وهو العليم بذات الصدور ولكن ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ لم يبلغني نبي الله شيئا بعد ولكن يجب علينا أن نجاهر بالدعوة حتى يأتيه الإذن من ربه وهل تعتقد بأن الإذن قريب يا أحطب؟ العلم عند الخالق فلا تتعجل فالخير قادم إن شاء الله وهل سنلتقي بنبي الله في القريب؟ بالطبع فلكي يرسق الإيمان في قلوبكم يجب عليكم أن تكثروا من الاستماع إلى نبي الله فهو المبلغ لأوامر الله ونواهيه فسبحان من جعل النبوة في الأرض هداية للناس وتبليغا للحق حتى لا يكون للناس حجة على الله يوم الحساب إذن متى اللقاء به يا أحطب؟ الليلة سنذهب إلى بيت نبي الله نستقي من علمه عسى أن تتنزل علينا الرحمات من رب العالمين يا قوم يا قوم ها قد حان الوقت للحديث مع صالح لنرى إن كان صادقا حقا أم من الكاذبين وما الذي تراه يا ابن بلغوم؟ لقد فكرت كثيرا في الأمر ثم اهتدى عقلي لأمر لم يأتي على بال أحد من السابقين وما هو هذا الأمر يا ابن بلغوم؟ تحدثنا بالأمس عن الآية التي نريدها من صالح ليبرهن لنا بها على صدق نبوته أليس كذلك؟ نعم تحدثنا ولكن ما هذه الآية التي نسأله عنها؟ انظروا يا بني ثمود إلى تلك الصخرة الكبيرة التي تقع بمدخل الأسواق ما بها يا رجل؟ نهى على شكل ناقة أو رأس ناقة هل لاحظتم ذلك؟ نعم على شكل ناقة ولكن ما الآية في ذلك يا ابن بلغوم؟ إن استطاع صالح أن يخرج من قلب هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء تسعى بين الناس نراها بأعيننا ونشرب من حليبها حينها يمكن أن نصدق نبوته ونؤمن به هذا تفكير شيطاني يا ابن بلغوم كيف هداك عقلك إلى تلك الحيلة؟ ولم يدعي صالح بأنه نبي للخالق الواحد الأحد إذن فليورنا عجائب قدرته اجتمع قوم ثمود ليبلغوا نبي الله صالحا عليه السلام بما أرادوا ينظرون له بتحدي غير مصدقين لنبوته ويتهامسون بينهم بالقول ومشككين في دعوته فراح النبي يدعو ربه بأن يخرج الله ناقته من الصخرة لتكون آية للناس ليهتدوا بها فلا يكذبه أحد بعد ذلك فاستجاب الله الدعاء لنبيه فإن الله لا يخزي عباده المخلصين رحمك يا الله رحمك يا الله فخرجت ناقة عظيمة من قلب الصخرة الصماء ناقة عشراء كما أرادوا تخطف الأبصار من جمالها فراح الناس ينظرون لها غير مصدقين لا تطرف أعينهم ولا يتكلمون فمنهم من آمن بالله ومنهم من أصر على كفره وعناده فكان من المغضوب عليهم في الدنيا وفي الآخرة وكذلك يجزي الله الظالمين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد سبحان الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحان الله العظيم سبحان الله يا بديع السماوات والأرض سبحان الله اللهم فاشهد بأننا بك مؤمنون الحمد لله الذي أيد رسوله وجعل كلمة الحق هي العليا الحمد لله فعلها الصالح فعل ما لم يخطر على بالك يا ابن بلغوم من الآن سيكون الصالح هو نبي ثمود وصاحب رسالة الرب هذا ما أردته يا ابن بلغوم ابتعد عني يا رجل ابتعد لقد سحر صالح أعيننا فجعلنا نرى الصخر يتحرك لا تكذب عيناك يا قدار فلقد صدقت نبوة صالح وهذا أمر لا جدال فيه ما هذا؟ هل حقا ما رأته أعيننا؟ بحق الآلهة هذا أمر عجيب لم نسمع بآية كتلك في قصص السابقين يبدو أن صالحا صادقا وأنه رسول من رب العالمين هل آمنت به يا رجل؟ لا لا ليس بعد وإنما أرى بأن الأمر يستحق عناء التفكير فناقة صالح ها هي أمامنا تسير في الأرض وطرع لا أنا لا أرى ذلك فما الناقة إلا خدعة أراد صالح أن يخدعنا بها فربما يكون قد صحر أعيننا ونحن لنشعر ولكن صالحا ليس بساحر وأنت تعلم ذلك جيدا فدعك من هذا الحديث لا تدافع عنه يا رجل فإنه قد أتى بسحر عظيم يريد به أن نترك آلهتنا ونتبع هواه وإني لأظنه من الكاذبين حسنا سنعرف في الأيام القادمة إن كان صادقا حقا أم كاذبا بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله راح قوم ثامود ينظرون إلى الناقة غير مصدقين يمشون وراءها متتبعين يسبح البعض من هول هذه الآية وأما المشركون فغير مسبحين ولما انفض الناس راحوا يتساءلون بينهم هل ما رأيناه حقا وهل صالح هو نبي مرسل من رب العالمين فآمن القليل منهم وأما الكثير منهم فكانوا من الظالمين ما رأيك فيما رأيت يا قدار ما زالت عيناي لا تصدق ما رأيت كيف فعل صالح ذلك أي سحر هذا الذي سحر به أعيننا لم يكن سحرا يا صديقي بل الناقة كانت لحما ودما تسير أمامنا في الأسواق بل وإنها عشراء كما طلبنا فعن أي سحر تتحدث يا قدار إذن فستقوى شوكة صالح وتنتشر دعوته بين الناس وهذا ما لا نريده يجب علينا أن نوقف دعوته بأي حال وإلا زاد الخطر علينا فلنفعل أي شيء ولكن دون قتله أترى هذا يا مصرع؟ لا شيء غير هذا فهو الآن صادق بين الناس بل إن هناك من آمن به وبدعوته لذا فيجب علينا أن نكون أكثر حذرا يا صديقي حتى لا ينقلب الناس علينا نعم يا مصرع أرى هذا أيضا فرأيك صواب وإن كان صوابك مؤقتا حتى يجد جديد وما الذي سيجد في ظنك؟ هذا ما سنفكر فيه نحن وسادة ثمود في بيت الندوة فأمر صالح جد خطير ومصائرنا باتت متعلقة بيده الحمد لله على فتحه العظيم لقد نصر الله رسوله وأظهر الحق على يديه هل تظن يا جعفر بأن قوم ثمود سيؤمنون بنبوة نبي الله صالح؟ أم؟ أم سيستكبرون؟ والله إن استكبروا بعد هذه الآية لأصبحوا من أراذ للأمم فكيف يشق الله لهم الصخر ويخرج منها ناقة من لحم ودم؟ ثم بعد ذلك يكذبون؟ أولم يكذب أقوام قبلهم الأنبياء والمرسلين؟ آه صدقت أفلاح صدقت فإنها النفس وهواها ووسوسة الشياطين فنحن لا نعرف ما الذي سيحدث في الغد الأمر شائك ونسأل الله السلامة في كل حال أسمعتم ما أمر به نبي الله صالح عليه السلام؟ لقد أمرهم بأن يشربوا يوماً وأن تشرب الناقة يوماً وفي اليوم الذي تشرب فيه الناقة يشرب الناس من حليبها لا أرى قوم ثمود طائعين لأمر نبي الله لماذا تعتقد هذا يا قيس؟ هكذا اعتاد القوم ألا ينصاع لأمر ولا يتقيد بعادات فأنا أكاد أرى ما سيحدث وما الذي ترى؟ أكاد أرى الخروج على أمر نبي الله ورفض دعوته إذن تحل اللعنة على قوم ثمود كما حلت على السابقين نسأل الله اللطف في قضائه وأن يخرجنا على خير من بين القوم الظالمين يا سادة ثمود ها قد رأيتم اليوم ما كان من صالح وعمله لقد برهن للناس كافة بأنه نبي مرسل من الله وأن الحق معه لا مع غيره ولقد عرفتم من قوله بأن ربه قد أمره بأن يسقى الناس يوما وتسقى الناقة في اليوم الثاني فما رأيكم في قول صالح وأمره؟ نحن لا نقبل أن يتأمر علينا صالح فمنذ متى نقبل نحن سادة ثمود برأي يخالف ما نرى وأنا أوافقك الرأي فلن يكون لصالح الحكم فينا أبدا كي نأتمر بقوله وكأنه أوتي الملك الخوف كل الخوف بأن يتسيد صالح علينا غريب هذا القول منك يا رجل رغب أنك من قبيلته وعزتك من عزته بل أنا أكثركم خوفا من أن يتسيد صالح علينا يا كبراء الحجر إن أمر صالح كله شر لنا نحن سادة ثمود ولابد أن ننحي هذا الشر جانبا ونكمل طريقنا سالمين وأنا أوافق الرجل في رأيه لا بد أن نفكر في أمر نزيح به صالحا من طريقنا وأنا أيضا أوافقكم الرأي وما قولك أنت يا خلجان في هذا الشأن؟ أنا لا أوافقكم الرأي فما أتى به صالح لهو الأمر العظيم وإنها لبينة لا يختلف عليها أحد فينا كما أنه لم يأمر بسوء فقوله أن يشرب الناس يوما وتشرب الناقة يوما شيء لا ضرر فيه ذلك لأنه قال إن حليبها سيكفي القوم وهذه آية أخرى إن حدثت فلا يجب علينا حينها سوى التصديق بنبوته وقبول أوامره ونواهيه ما الذي تقوله يا رجل؟ منذ متى ونحن نقبل بأن يتأمر علينا أحد؟ حتى وإن ادعى بأنه مبلغ من السماء هذا أمر لا جدال ولا تفاوض فيه هذا ما أقوله وسأظل أردده بينكم لا طاعة لصالح علينا وإن فتحت السماء أبوابا بيده ونزلت الملائكة تحارب من أجله يا سادة ثمود ها قد سمعت منكم جميعا فاسمعوا أنتم مني إنكم تعلمون كما أعلم بأن صالحا هو نبي من الله ولكننا نرفض نبوته حتى لا يتسيد علينا وهذا نتفق كلنا عليه إلا أن رأس الأمر هو كيف نتعامل مع ما حدث وما أصبح أمرا واقعا بين الناس لذا واجب علينا الحذر فلنرى ما الذي سيكون من ناقته في الأيام القادمة فإن ظلت آيته باقية هاودناه وإن حدث لها شر نحيناه فأنتم تعلمون قصص السابقين حينما أتتم آيات الله فكذبوا فأرجو أن لا تدور الدائرة علينا فنكون من الهالكين قول حسن يا أبا صخر فليكن ما قلت ولننتظر حتى نرى كل ما في جعبة صالح سأنتظر معكم ولكني يوما ما كنت أقبل لأن أخضع لصالح وربه وسأكشف لكم كاذبه قريبا وسيأتي اليوم الذي ستشهدون فيه جميعا على صدق قولي السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة حمد لله على سلامتك يا أبا عدنان سلمك الله يا زوجتي العزيزة وكيف حال نبي الله يا أحطب بخير والحمد لله سلام الله عليك حفظه الله لنا وسلمه من كل سوء هل أمرك بشيء يا أبا عدنان نعم يا ناجية أمرني بتفقد أحوال الناس والجار بالدعوة عسى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وكيف رأيت الناس من بعد ما رأوا الحق من ربهم رأيتهم بين مصدق ومكذب مؤمن ومنافق باحث عن الحق وضال عن سبيل الله مضللا لعباده أو ما زال هناك من يكذب بنبوءة نبي الله صالح أين ذهبت عقولهم هكذا هي أحوال الناس دائما يا ناجية حتى وإن رأوا الحق كالشمس الصاطعة ولكننا أمرنا أن ندعو إلى الله ونرشد الناس إلى طريق الحق عسى أن نضيء قلبا أفظمه الشيطان أنا معك يا زوجي العزيز بدأ المنافقون ينشرون سمومهم بين الناس ما بين مكذب لصالح عليه السلام ومكذب لآيات الله البينات وكأن أعينهم قد عميت عن رؤية الحق المبين وظل المنافقون يسعون بين الناس بنشر الأكاذيب والفتن حتى ضاقت على المؤمنين سبلهم وخاف أصحاب الدعوة من بطش الناس بهم أولئك الناس الذين ملئت قلوبهم بالضغائن لصالح ومن اتبعه من المؤمنين فهكذا كان حال العوام في كل زمان ومكان قليل من المؤمنين وأغلب الناس من الجاهلين يا رجال يا رجال أخبروني يا رجال هل أنتم مصدقون حقا لآية صالح؟ وهل في ذلك الأمر شك يا ابن بلغوم ألم ترى الناقة بأم عينيك؟ ها هي طرع كل يوم في مراعينا فكيف نكذب ما نراه بأعيننا يا رجل؟ ومن قال بأن هذه الناقة لم تكن موجودة من قبل ألا يمكن أن يكون صالح؟ قد صحر أعيننا حينما أخرجها من الصخرة؟ أمجنون أنت يا رجل؟ إنك أنت من طلبت منه بأن يخرج ناقة عشراء من الصخرة وها قد فعل بل إنها قد آتت بفصيلها أمام أعيننا فكيف لك بهذا القول العجيب؟ أولا تعلمون بأن الجن تستمع للناس ثم تنقل النبأ من قوم إلى قوم؟ ماذا تقصد يا ابن بلغوم؟ لقد سخر صالح الجن ليستمع لقولنا ثم يبلغوه به ولما علم بأمر الناقة عد لها عداتها هل يستطيع صالح أن يسخر الجن حقا؟ يا قوم ثمود لقد خدعكم صالح بسحره فأخذ منكم مرعاكم وتسيد عليكم بأوامره وهذا بحق الآلهة لفساد عظيم لقد حان الوقت لكي تعلنوا عن غضبكم ورفضكم لولاية صالح عليكم فليدعنا وشأننا وإلا بعزة الآلهة لقتلنا نقطة حتى يشهد الناس جميعا على كذبه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا قد دعا والمنافقين صداها بين الناس فراحوا يكذبون بالآيات بعدما شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم بما رأوا من الحق بل إن أكثرهم استجاب لدعوة المنافقين بتكذيب نبي الله صالح عليه السلام وبعد أن كانت ناقة الله ترعى في سلام آمنة لا تخشى كيد الكافرين بات الناس يحث بعضهم بعضا على التضييق عليها في المرعى وفي المشرط فما كان من المؤمنين سوى الدفاع عن ناقة الله وسقياها إلا أن شياطين الإنس والجن كانت قد استحكمت قبضتها على عقول العوام من الناس فكان لهم الغلبة بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بين بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر صدق الله العظيم كيف حالك يا صدوق كيف حالك أنت يا قدار لم أرك منذ زمن بعيد منذ زواجي على ما أعتقد أنت تذكر إذن تعرفين بأنني لم أنس يوما يا صدوق هذا غير صحيح بل هو عين الحق إذن فلم تزوجت علي لأنك رفضت الزواج بي لم أرفض فقط أردت أن تقدم المهر الذي يليق بي بصدوق بنت محية ولكنك لم تفعل أردت أن أكون سيداً لثمود على الحارث بن صخر وهذا لم يكن متاحاً حينها حينها؟ إذن هل هو متاح الآن؟ ماذا تقصدين يا صدوق؟ أقصد ما فهمته يا قدار أم أنك لازلت لا تستطيع إحضار مهري؟ ولكن ولكن إنزال الحارث بن صخر من على جواده ليس بالأمر السهل ربما كان هذا في السابق أما الآن فقد أتت الفرصة إليك أتت الفرصة إلي؟ كيف؟ تعرف كما أعرف أن الحارث لم يستطع أن يقضي على فتنة صالح فإن فعلتها أنت كان لك الأمر والنهي بين سادة ثمود ما زلت على طبعك القديم يا صدوق وجه جميل وعقل أكثر جمالاً لك ما طلبتي يا فاتنة ثمود ما هي آخر الأخبار يا حارث؟ عن أي أخبار تسألين يا زوجتي؟ عن أخبار صالح يا رجل غريب أمرك أصبحت تهتمين لأمر صالح أولا يستحق الأمر يا حارث؟ ألا تشعر بخطورة صالح ودعوته؟ تتحدثنا مثل العوام يا منيعة لا خطورة علينا نحن السادة الثمود فصالح أمره بأيدينا وأما دعوته فلا خوف منها فما زال الناس يتعبدون لآلهتنا ويسألونها الرزق لم يؤمن بصالح إلا القليل من ثمود إن أغلبهم لمن الضعفاء والرعاة وماذا إن آمن أكثر الناس به يا حارث؟ حينها يكون لنا معه شأن آخر أتنتظر حتى وقوع البلاء يا أبا صخر؟ أراك قلقة على غير عادتك ما الذي حدث؟ لقد رأيتها يا حارث رأيت الناقة بأم عيني رأيتها تسعى بين الناس وخلفها فصيلها إن فتنتها عظيمة وإن قوم ثمود قد يقعون في فتنتها في أي وقت ودون سابق إنذار إن هذا الأمر شائق يا قدار بل هو الحل الوحيد يا مصرع فإما قتل الناقة وإما القبول بسيادة صالح علينا ولكن قول الحارث كان ليس لي شأن بما يقوله هذا العجوز الهرم الذي لم يعد أهلا لسيادة ثمود بعد الآن ما هذا القول يا قدار؟ إن فيما تقوله لقطر عظيم فأنت تعلم العرف بيننا وأن الحارث بن صخر هو سيدنا بقبول كافة قبائل ثمود وأن الخروج عن هذا الشأن المتفق عليه يعني التمرد والتمرد حده في ثمود هو القتل كما تعلم أتخيفني بهذا القول يا مصرع؟ بل أنا حريص عليك يا صديقي لقد اكتفيت من تأمر الحارث علينا وسأعلنها قريبا بين القبائل بأنه لم يعد أهلا للسيادة ولكن قبل ذلك لا بد من إنهاء فتنة صالح وقتل الناقة هذا هو سبيلنا للوصول إلى مبتغانة ولكن كيف نفعل ذلك ونحن قلة؟ هذا هو السؤال يا مصرع أما الإجابة فتجدها عندي لقد دبرت للأمر وتحدثت مع بعض شباب القبائل فمنهم من وافق ومنهم من أبى أما الذين وافقوا فهم سبعة غيرنا من خيرة شباب ثمود سبعة؟ ومنهم يا قدار؟ هم دعيم وهرم وداب وصواب ورياب ودعمي وهريم فضلا عني وعنك هكذا نكون تسعة من خير فرسان ثمود يبدو أنك قد دبرت كل شيء بعناية يا قدار أكل هذا من أجل صدوق بنتي محية؟ بل لأجل نفسي قبل كل شيء يا مصرع ثم لأجل آلهتي وقبيلتي أما صدوق فينحر في سبيلها بدلا من الناقة ألف ناقة لا أعرف إلى أين ستكون العاقبة إلا أنني معك في كل الأحوال نعم الصديق أنت يا مصرع إلى متى سيدوم هذا الأمر؟ عن أي شيء تتحدث يا رجل؟ عن أمر الناقة وسقياها كيف نمنع نحن أهل ثمود من السقيا طوال اليوم من أجل هذه الناقة الخرساء؟ ألي هذا الحد يتلاعب صالح بعقولنا؟ أوليس لنا حليبها طوال اليوم يا رجل؟ تاباً لها ولحليبها إن الأمر أعظم من ذلك إننا نقبل الظل من أجل حليب ناقة صالح يا لهذا الظل اهدأ يا رجل وكفاك نحيباً أنت تعلم كما يعلم الناس بأن هذه هي ناقة الرب والاقتراب منها خطر عظيم أنا لا أؤمن برب صالح ولن أؤمن به أبداً صهن يا رجل ألا تخشى أن تحل عليك اللعنة؟ أو مصدق أنت لأكاذيب صالح؟ إنه قد صحر أعينكم أفيقوا يا قوم ثمود فلا تغضبوا آلهتكم وتتبعوا صالحاً أفيقوا وأصبحت الناقة رمزاً لرسالة صالح أصبحت رمزاً للتوحيد وكانت تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم لا يقترب فيه أحد من هذه المياه وحذر صالح قومه أن يمسوا الناقة بسوء أو إيذاء حتى لا يصيبهم العذاب وأن يتركوها تأكل في أرض الله راح أمر قتل الناقة ينتشر بين الناس فانكسر في قلوب المشركين رهبة الأمر وباتوا يتحدثون في أمر قتل الناقة في المشاع ووصلت الأخبار لنبي الله صالح عليه السلام فراح يدعو الناس لعبادة الله الواحد القهار وأن لا يترقوا أنفسهم لوساوس الشيطان حتى لا يحل غضب الله عز وجل عليهم كما حل على السابقين فما كان من الذين استكبروا إلا أن قالوا له وللذين آمنوا معه إنا بالذي آمنتم به كافرون ها قد اقتربت الساعة التي ننتظرها يا صدوق لقد أبليت بلاء حسنا يا قدار إن القوم جميعهم أصبحوا راضين عن قتل الناقة وإن قتلت الناقة قتلت دعوة صالح وحينها يعلو شأنك ويسقط شأن الحارث كل هذا من أجلك يا صدوق بل من أجلنا معا يا قدار فأنا أعرف طموحك جيدا وسعيك الدائمة لسيادة ثمود أما زلت تشكين في حب يا صدوق؟ أما زلت أنت تشك في ذكائي يا قدار ألا تعرف من هي صدوق بنت محية؟ كيف لا وهي من تشغل تفكيري كل يوم والتي أحلم بأن تجمعني الآلهات بها فلا نتفرق بعد ذلك أبدا إذن فعجل بالأمر فأحوال الناس متقلبة فقد يبيتوا على رأي ويصبحوا على رأي آخر نحن لا ندري ما الذي يخبئه صالح لنا لا تحمل همًا يا صدوق لا تحمل همًا فوعزة الآلهة لأنحرننا قط صالح بيدي ولآتين بدمائها لتخني بها قدميك بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عاد الناس لما كانوا عليه من القفر بعد أن تكبروا ونسوا آية الله فيهم بل إنهم لم يكتفوا بذلك وراحوا ينشرون بينهم أمر قتل الناقة والعودة لما كانوا عليه دون تقيد بأوامر أو نواهم من الله عز وجل وراح نبي الله يحذرهم من العاقبة ويخوفهم من غضب الله فما كان منهم سوى لاستهزاء به ورفض نصيحته يا فرسان ثمود تعلمون لما اجتمعنا اليوم وتعلمون كيف أرادت الآلهة أن تكون نهاية فتنة صالح على أيدينا وها نحن الآن نجتمع لندبر للأمر بعد أن علمتم بأن أهل ثمود ما عادوا يرغبون بصالح ولا بناقته فمن كان في شك من أمره فليعلمنا الآن ويطرك مجلسنا ومن أراد أن يسير معنا في طريق المجد فليعلنها الآن ها أنا أعلنها أمامكم بأنني أول المقاتلين وها أنا دعيم بن حسبان ثاني المقاتلين وأنا ابن بلغوم أعلن أنني معكم يا سادة ثمود وأنا داب بن الأجهم من قبيلة صالح أعلنها بأني معكم سيفي لكم وحربي على أعدائكم وأنا معكم بسيفي لا أتراجع عن نصرتكم أبدا أنا معكم حتى نقضي على فتنة صالح وننصر آلهتنا حفظتكم الآلهة وأيدتكم يا فرسان ثمود وأنا أعلنها من الآن بأن فتنة صالح قد انتهت بلا رجعة بفضل رضاء الآلهة علينا ولكن ماذا عن الحارث بن صخر؟ أمره بيده إن أراد كان معنا وإن أصر على رأيه فليسعه بيته ولكنه ما زال سيدا لثمود يا قدار السيد يكون سيدا بفعله والحارث لم يفعل شيئا في أمر فتنة صالح لقد ترك الناس حتى كادوا أن يضلوا ويهلكوا بل إن بعضا منهم قد ضل واتبع صالحا ورب فعن أي سيد تتحدث إذن أيها الفارس المغوار؟ صدقت يا قدار الحارث بن صخر لم يعد يستحق أن يتسيد علينا وحينما ننتهي من فتنة صالح وناقته سنجمع أمرنا على اختيار سيدنا الجديد سيدنا الجديد؟ ومن هو سيدنا الجديد يا مصرع؟ ومن غيره؟ إنه من أخذ بأيدينا لنعبر المهالك قدار بن سالف سيد فرسان ثمود هذا أمر سابق لأوانه يا مصرع نحن الآن لا نبتغي شيئا سوى نصرة آلهتنا وعودة الأمان لقوم ثمود ثم بعد ذلك يكون لكل مقام مقال وهذا ما أردت قوله يا قدار وهذا وهذا نخبوكم يا فرسان ثمود فلنشرب جميعا فلنشرب حتى الثمالة ما بك يا حارث؟ هلك القوم يا منيعة هلك القوم ما الذي جرى؟ وما هذه الحالة التي تعتريك؟ لم أرك على هذا الحال من قبل لقد فعلها قدار بن سالف هذا الأهواج الملعون ماذا فعل؟ اجتمع ببعض فرسان القبائل في غيابي واتفقوا بينهم على ذبح ناقة صالح وما الضير في ذلك يا حارث؟ ألم تسمع ما يقوله الناس بينهم؟ إنهم يتحدثون عن قتل الناقة ليل نهار فليكن لهم ما أرادوا إياك والتفوه بمثل هذا القول الأب لهي أمرأة فقول العوام لا يأتي من ورائه إلا عظيم البلاء أخشى أن تسوء العاقبة فأمر صالح حق وآيته لا ريب فيها ولم يكن هناك ما يستدعي هذا الإثم العظيم إذن لما لم ترفض قولهم وتوقفهم عن المضي فيه؟ انت شدت برأيي حمل قدار الأمر لعوام الناس فخرجوا عليه قدار شخص ماكر ويعرف جيداً ماذا يفعل ألقد استغل الأمر لصالحه تماماً كما أراد؟ وما المخرج إذن يا حارث؟ صدوق أرى السعادة في عينيك يا ابنتي خيراً هل جد في الأمر جديد؟ سيجد يا أمي سيجد كل جديد وسيكون لي ما كنت أنتظره لسنوات وما هو هذا الجديد يا بنت محية؟ سيفعلها قدار بن سالف قدار بن سالف؟ يفعل ماذا؟ يأتي لخطبتي بعد أن يحضر مهري يبدو أن في جعبتك شيء تخفيه عني متى رأيت قدار؟ ومنذ متى؟ وأنتما تتحدثان يا صدوق؟ ليس هذا هو السؤال يا أمي إنما يكون السؤال ما هو المهر الذي سيحضره لي قدار بن سالف؟ وهل اتفقت معه أيضاً على مهرك؟ نعم إنها ناقة صالح مهر صدوق بنت محية سيكون أعظم مهر في تاريخ قبائل العرب وسيتحدث الجميع عن هذا المهر العظيم لأجيال لاحقة ماذا تقولين يا بنت محية؟ يا بنت ملاعب الضباء في البرية هل وعدك قدار بنحر ناقة صالح؟ بل أنا من طلبت منه ذلك يا أم صدوق اللعنة عليك وعلى أبيك أي بلاء هذا الذي ابتليت به؟ ابنتي هي من تجلب الخراب لقومها؟ أتحل اللعنة على ثمود بفضل ما حملته بطني؟ عن أي لعنة تتحدثين يا أمي؟ إنها النجاة من صالح وفتنته فما أتيت إلا بالخلاص لقومي أصمتي أياتو البلهاء أصمتي فقصماً عظيماً لو أني أعلم بأن حصاد بطني سيكون لعنة وفتنة على قومي ثمود لما اهتركت البذرة حتى تنبت ولا سقيتها من ثديي لما كل ذلك يا أمي؟ صالح معه الحق يا بنت محية فإن نحرت الناقة وهي الحق لم يبق سوى الباطل وما بعد الباطل سوى اللعنة وهذا ما سيحل علينا في القريب فلتنتظر لترعي بعينيك المصير الذي جلبته على قومك يا قوم ثمود ها قد اتفقتم بينكم على التخلص من ناقة صالح وفتنته ولم يبق إلا أن توفقنا الآلهة في ذلك فادعوا جميعاً بأن تنزل علينا الرحمات وتبارك لنا في أمرنا الرحمات أم اللعنات يا ابن بلغوم؟ إلى مات تحاول تضليل الناس وإبعادهم عن الحق؟ وما شأنك أنت يا قيس؟ ألست من أتباع صالح؟ فلما تجلسنا يا رجل؟ إن قيساً منا يا ابن بلغوم كيف تقول له ذلك؟ حاش لله أن أكون منكم يا رجل فأنتم قوم ضعلون والله ما أراد نبي الله بكم سوى الخير إلا أنكم قوم تجهلون ومصيبته قد طالتك فتنة صالح يا قيس والله لأنتم أهل فتنة وضلال أسمعتم يا قوم؟ أسمعتم؟ إنه من أتباع صالح يقولها بلا خوف لقد أتى إليكم ليضلكم كما يفعل سيده لذا فلا تدعوه حتى يترك دين صالح ويعود لدين آبائنا وأجدادنا فلتنصروا آلهتكم يا بني ثمود عليكم به فلتجعلوه عبرة لكل من سولت له نفسه باتباع صالح وفتنته هيا اضربوه هيا اخذ اخذ معافا إن شاء الله يا قيس سلمك الله يا أخي من كل سوء وجعله الله في ميزان حسناتك الحمد لله على كل حال له الفضل والمنة وعسى عسى أن يتقبل منا صالح الأعمال إياك أن تكررها ثانية يا قيس فربما لا تسلم في المرة القادمة لم يأمرنا نبي الله سوى بأن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة فلا تخالط القوم إلا للضرورة يا قيس حتى يأتي أمر الله ويخرجنا من بينهم آمنين لله الأمر من قبل ومن بعد علم نبي الله أن الناس قد تآمروا على ذبح الناقة وأن أمر الله واقع لا مفر منه وكان القوم قد أعلنوا عن نواياهم وقفرهم بالله الواحد الأحد فرحين غير مبالين بالعاقبة لم تردعهم الآيات ولم تنفعهم نصيحة الناصحين فحق عليهم الغضب بما قدمته أيديهم وبما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله العظيم اشهدوا يا فرسان ثمود على سهم هذا فبه تسقط فتنة صالح ليتعرفوا بأنه من الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كذب قوم ثمود بآيات ربهم ولم يردعهم شيء عن المضي فيما قد عزموا عليه وسمعوا بأمر قدار بن سالف ومن معه فلم يخرج أحد منهم لينهاه عن ذبح ناقة الله تلك الناقة التي طلبوا من نبي الله صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من الصخر لتكون لهم آية حتى يؤمنوا بالله ورسوله فكانت قلوبهم أشد قسوة من تلك السخرة التي انشقت أمام عينهم فأنقروا آيات الله وما كانوا مهتدين بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم اشهدوا يا فرسان ثمود على سهم هذا فبه تسقط فتنة صالح ليتعرفوا بأنه من الكاذبين ألم أقل لكم يا قوم إن صالحا كذب فإن كانت هذه ناقة الله حقا لحفظها من القتل لقد خدعنا صالح وسخر أعيننا صدقت يا قدار ما صالح إلا كذاب لقد حررنا قوم ثمود من عبودية صالح لهم الآن سيدركون بأن صالحا ما هو إلا ساحر كذاب دعوا الناقة وفصيلها في أماكنهم فإنهم عشاء الذئاب في البرية يا قوم، يا قوم، يا قوم، لقد نحرت ناقة ثمود، فلا نبوة ولا وحي نزل، وما صالح إلا دجال سحر أعينكم بسحره، من الآن لا وصاية له عليكم، من الآن عاد مرعاكم إليكم، فلا مشرب ولا سقاع لغيركم، هنيئا لكم يا قوم ثمود، فقد عاد الحال لما كان عليه، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا قوم ثمود، تم المراد يا صدوق، تم المراد، وهذا دليل صدقي إذن فمرحبا، مرحبا بسيد ثمود الجديد، الفارس المغوار قدار ابن سالف أشجع الفرسان هذا هو مهرك يا صدوق، فأنت تعلمين بأنني انتظرت هذه اللحظة طويلا؟ وهي قد تحقق لك ما أردت يا فارس ثمود وسيدها، فصدوق بنت محية من الآن هي لك، فقط عليك أن تكمل وعدك لي ولا تخلفه عن ماذا تتحدثين؟ عن عالية، عالية يا قدار، أنسيت وعدك لي؟ لا لا، لم أنسى، إلا أن تركي لها ليس بالأمر البسيط يا صدوق لا شأن لي، لقد وعدتني فالتزم بما وعدت وليكن ما أردتي، فلن تكون عالية أعظم قدرا عندي من ناقة الله استيقظ صالح والمؤمنون على هول الجريمة ووجه صالح خطابه للكافرين وقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ولسوف يحل بكم العذاب زعم صالح أن العذاب سيحل بنا بعد ثلاثة أيام فلنفرغ منه ومن أهله قبل ثلاث تعالوا نتعاهد ونقسم إنا سنغير على صالح وأهله ليلا ونقتلهم جميعا أحقا ما سمعته يا جعفر؟ أحقا قتلوا ناقة الله؟ لقد فعلها المجرمون فعلوها غير نادمين لعنة الله عليهم وعلى شيطانهم الذي وسوس لهم بهذا الإثم العظيم أخشان يكون غضب الله قريبا يا جعفر فليلطف الله بنا فهو العليم بنا وبأننا كنا قلة قليلة لاحلة لنا هل أمرك نبي الله بشيء؟ لم يأمرنا إلا بعدم نخالطة القوم الظالمين فإن لعنة الله هابطة عليهم لا محالة ونرجو الله أن ينجينا من العذاب إن الله حافظنا ببركة اتباعنا لنبيه فلا تبتأس يا جعفر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونجينا من القوم الظالمين اللهم انصر نبيك ومن اتبعه على هؤلاء المجرمين عمل موفق يا ابن بلغوم خادمك خادمك يا سيدي قدار لو لا قولك بين الناس وخداعك لهم لم استطعنا أن نفعل ما فعلناه لقد قمت بمهمة عظيمة يا ابن بلغوم وأبليت بلاءا حسنا في خدمة الآلهة وهنك شيء أحب إلينا من خدمة الآلهة يا سيدي قدار يا لك من مراوغ وخداع على كل حال أنت تستحق هذه الأموال ولك مثلها إن ساعدتني في الوصول إلى مبتغايا الأخير أيها الماكر وما هو هذا المبتغى يا فارس ثمود سيادة ثمود يا ابن بلغوم هذا هو ما أسعى إليه وأنت أهل لها يا سيدي قدار ولكن لكي يكون لك ذلك فلابد لك من اتخاذ وزير يكون هو الناصح الأمين والمخلص الدائم ومن تراه هذا الوزير يا ابن بلغوم هو أمامك الآن يا سيدي أتقصد نفسك بذلك القول يا رجل؟ خادمك يا سيدي قدار إذن دعني أنظر في هذا الأمر يا ابن بلغوم وإن كنت أظن بأني أحتاج حقا عقل داهية كعقلك أيها الخبيث راح نبي الله صالح عليه السلام يبلغ الناس بغضب الله عليهم وأن العذاب آتيهم لا ريب فيه فتكبروا وأصروا وقالوا ائتنا بما وعدتنا إن كنت نبي الله حقا فنحن مكذبون لقولك ونبوتك فأرينا آيات ربك فينا إن كنت من الصادقين فأخبرهم نبي الله عليه السلام بأن موعدهم قريب وأن غضب الله سيحل عليهم من السماء فكذبوا وقالوا إنا منتظرون كيف حالكم الآن يا فرسان ثمود؟ هل رضيتم؟ هل سمعتم بوعد صالح لنا؟ هل تدركون في أي طريق أجبرتمون على السير فيه؟ كفاك تهديدا يا حارث فنحن لا نخشى صالحا وقوله ما هو إلا رجل كاذب؟ دع عنك هذا القول يا قدر فهذا القول تقوله للعوام من الناس أما هنا في هذا المجلس فكلنا نعلم بأن صالحا صادق وأنه مبلغ عن ربه لم يعد هناك مجال للعودة يا حارث وأنت تعلم ذلك جيدا هل يسمح لي سيد ثمود بالحديث؟ من أنت يا رجل؟ ومن أتى بك لتجلس وسط السادة؟ إنه ابن بلغوم أحد رجالي يا حارث ونحن بأمس الحاجة لرأيه الآن هل أصبح لك رجال يا قدر؟ يبدو أن هناك شيء يغطى على نار هادئة تحدث يا ابن بلغوم لنرى ما الشيء الذي نحن بأمس الحاجة إليه نقتل صالحا يا سيدي كما قتلنا ناقته لنجتثر فتنة من أصولها فلا يبقى لها أثر أو هذا ما تبحث عنه يا قدر؟ قتل صالح؟ ألا تعلم العواقب؟ الأمر يتطلب من الشجاعة يا حارث إنه مصير ثمود فلا يجب التهاون هذه ليست شجاعة يا قدر بل تهور وجنون كفاكم عبثا يا سادة ثمود إنني أرى ما يراه سيدي قدر لقد تحدثنا مع صالح بكافة الطرق بلا فائدة لم يعد أمامنا سوى هذا الطريق لابد أن نتخلص منه وماذا لو دارت حرب طاحنة بين القبائل فتأكل الأخضر واليابس ومن قال بأننا سنقتله علنا يا حارث سنغتاله فلا يعلم عن ثأره أحد يبدو أنكم قد تداولتم الأمر بينكم في غيابه هذا لا يبشر بخير داعي الأمر لنا يا حارث فنحن أهل له وكفاك خوفا من العواقب فإن هذا الخوف هو ما أوصلنا لما نحن فيه غدا سيكون اليوم الأخير لصالح في هذه الدنيا فبسيف هذا سألحقه بناقته بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمع التسعة رهط أمرهم على قتل صالح عليه السلام وراحوا يدبرون للأمر بحذر كل منهم يعرف ما الذي يجب عليه فعله فأرادوا أن يقتلوا نبي الله صالحا عليه السلام قبل أن يتحقق وعده لهم بنزول العذاب في ثلاثة أيام أهلك القوم يا أحطب كم أخشى مما هو قادم أعلم بأن الأمور قد ساءت وأن عذاب الله قريب ولا مفر منه ولكنها حكمة الله في خلقه فهو مدبر الأمر وهو بكل شيء عليم وما السبيل إذن؟ انتظار أمر نبي الله ومتى يبلغنا نبي الله؟ الأمر بيد الله وليس بإرادة نبي الله سبحانه هو أعنم بمن خلق وهو اللطيف الخبير أوليس هناك خوف على نبي الله من بطش هؤلاء القوم المجرمين؟ أخشى أن يقتلوه كما قتلوا ناقة الله لم يعد هناك شيء بعيد على هؤلاء القوم الفاسدين ولكننا نرجو السلامة من الله عز وجل وأن يحفظ نبيه من كيد الكائدين الغريب في الأمر أنني لم أجد واحدا من القوم حزينا على ما حدث وكأنهم جميعا سعداء بهذا البلاء العظيم إنها أنفس خبيثة لا تسعد لحق ولا تغضب لباطل ملكهم الشيطان فراح يتلاعب بقلوبهم كيفما شاء ونسأل الله أن يخرجنا من بينهم آمنين وأن يعافينا من فتنهم عجبت لهؤلاء الناس أولم يسمعوا بلعنة قوم عاد بل سمعوا ولكن بآذانهم فقط فرفضت قلوبهم أن تخشع لله الواحد القهار فحق عليهم العذاب وما كان ربك ليظلم أحدا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون لا أظن بأن فكرتك صائبة يا قدار فقتل صالح في بيته أمر خطير ليس أمامنا خيار آخر يا مصرع فلننتظر حتى يخرج للمرأة وحينها يكون هدفا سهلا الوقت لا يساعدنا يا رجل أولم تسمع بوعيده؟ إنه يقول بأن لثمود ثلاثة أيام تبدأ من الغد أونجلس ننتظر وقوع العذاب علينا من السماء؟ أوافقك الرأي إلا أن أمر قتله في بيته وبالقرب من أهله وقبيلته لهو أمر صعب بل ربما مستحيل لقد تحدثت مع داب وقال بأنه سيحاول أن يسهل علينا الأمر فسيستضيفنا في بيته والذي يجاور بيت صالح لنخرج بعدها دون أن يشعر بنا أحد ثم نفعل ما عزمنا عليه أرى أن الكلام الآن قد اختلف بهذا تكون الفرصة سانحة لنا بشكل أفضل ويجب علينا أن نغتنمها وأنا أيضا أرى ما تراه فلتحفظنا الآلهة فلتحفظنا الآلهة هون عليك يا حارث فالسهم قد غادر قوسة دعنا نرى ما الذي سيفعله قدار ومن معه هذا رهان على الحياة والموت يا منع وإن كان فلا سبيل غيره يا حارث لا أحب أن يكون مصيري بيد الآخرين أكانني أحد من العوام ولكن فعلها قدار بن سالف فجعلني مجرد رجل من العوام بعد أن يقتل صالح لا أحد يعلم ما الذي سيحدث لو قتل صالح فلقد أنذر الناس بيقوع العذاب بعد ثلاثة أيام وإني لم صدق لوعده فأنا لم آهد على صالح الكذب أبدا أتحاول أن تخيفني يا حارث؟ فلأحاول أن أبحث عن طريق نجاة لنا يا زوجتي لا نجاة لنا إلا هنا ففي الحجر ولدنا وفي ترابها سندفن فلا موت إلا في أرض آبائنا يا حارث تتحدثين عن الموت إذن فاستعدي له فسيطرق أبوابنا قريبا أسمعت بنذير صالح؟ سمعت ولكني لا آبه لحديثه ما هذه الثقة يا رجل؟ الناس كلها تعرف بأن صالحا ليس بكذاب فكيف لا تخشى وعيده؟ لو كان نبي الله حقا لما ذبحت ناقته ونحر صغيرها أين كان ربه حينها؟ ما صالح إلا ساحر ومدع اعتقد بأننا سنرضخ لأوامره ونواهيه منذ متى وقوم ثمود يردخون وينصعون لأحد؟ كم أتمنى أن يكون لدي تلك الثقة إلا أنني أعلم بأن صالحا ليس بكذاب وأن وعده لنا حق وأن ناقة الله حق ونحن من ضيعنا حقوق الله أهذا ما اتفقتم عليه؟ نعم، هذا ما اجتمعنا اليوم من أجله ومتى هو الموعد؟ مساء الغد، بعد غياب الشمس وأفولها وماذا لو علم أحد من قبيلاته؟ سيؤمن داب هذا الأمر لنا غريب أمر داب ليس بغريب فلقد أراد ما أراده كل واحد منا أراد أن يتسيد قبيلته وليس له في قبيلته منافسا إلا صالح فوجد ضالته معنا وماذا بعد قتله؟ تنفيذ ما اتفقنا عليه أكون سيدا لثمود وتكونين أنت بجواري وماذا عن عالية؟ سأخبرها في المساء رغم علمي بالعواقب إلا أن كل شيء يهون من أجل فاتنة ثمود التي فتنت عقلي وقلبي أما زلت تحبني كما كنت في الماضي يا قدر؟ تأتيك الإجابة على سن سيفي يا صدوق فدماء صالح التي ستقطر منه ستشهد كم أحبك إذن فاحذر مما هو قادم فأنا لا أريد أن أفقدك مرة ثانية لا تخاف يا صدوق لن يفرقنا شيء بعد الآن سوى الموت الموت وحده ولا شيء غيره بماذا تدعين الله يا سالمة؟ بأن ينصر نبيه ويخرجنا آمنين من بين هؤلاء القوم فلا أمان لنا طالما نخالطهم بالليل والنهار صدقت يا سالمة فإن قلوب القوم فسدت ولا رجاء في إصلاحها وكيف حال نبيه الله؟ أخشى أن يصيبه شر من القوم وذلك بعد تبليغه لهم بما أوحى الله إليه من عذاب واقع ألا طلبت منه أن يسمح لنا بالخروج؟ فأرض الله واسعة فلا يضيق علينا أحد كي نعبد الله حق عبادته دون خوف آمنين والله كم وددت ذلك يا سالمة إلا أن الله لم يأذن لنبيه بالخروج بعد وأسأل الله أن يكون ذلك قريبا يا رب يا حليم بعبادك تلطف بنا يا حليم يا رحيم وأخرجنا من بين هؤلاء القوم الظالمين على خير اللهم احفظ نبيك ودينك ووفقنا لطاعتك وحسن عبادتك يا الله راح الخوف يملأ قلوب المؤمنين على نبي الله عليه السلام ذلك بعد أن سمعوا الوعيد لرسول الله يتردد على ألسنة قوم ثمود فالبعض يتوعده بالقتل والآخر بالنفي وكأن الآيات البينات لم تأتهم ولم يبصروها بأعينهم وكان من آمن من القوم قلة قليلة أما المشرقون فكانوا كثرة ولما كان وعد الله مفعولا راح المؤمنون ينتظرون إذن نبي الله بالخروج بعد أن علموا بأن القوم هالكون لا محالة وأن العذاب واقع في غضون ثلاثة أيام لا رابع لها وأن القوم لن يؤمن منهم إلا من قد آمن فقد ختم الله على قلوبهم بما قدمته أيديهم إنهم قوم كافرون أيها القوم أيها القوم يا معشر ثمود يا سادة العرب لقد سمعتم وعيد صالح لكم وإنذاره بأن الله منزل علينا العذاب وما كان صالح ليفعل ذلك إلا لعلمه بحلمنا عليه وبأن قبيلته ستحميه من غضب الغاضبين وماذا ترانا فاعلين يا ابن بلغوم؟ اغضبوا اغضبوا يا قوم اغضبوا لدينكم ولأعرافكم هذا هو وقت الغضب ليعلم صالح ومن معه بأن في ثمود رجالا لا يحابون شيئا ولا يتلاعب بعقولهم أحد وماذا إن صح وعيده كما صح أمر الناقة يا ابن بلغوم؟ أما زال أحد يتحدث عن ناقة صالح؟ أولم يروا دماءها وأشلاءها؟ فأي ناقة مباركة تلك؟ إن ناقة صالح لم تكن إلا فتنة منه وسحرا مبينا أراد به أن يصحر أعيونكم ويسخركم لطاعته ماذا تعني يا رجل؟ هل تحرد الناس على قتل صالح؟ إذن فهي الحرب وما الضائر يا رجل؟ أولسنا سادة حرب؟ فإن أراد صالح وربه الحرب فالتاكن حربا وإنا بعزة الآلهة لمنتصرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كانت القلة القليلة كانت القلة القليلة ممن آمن بدين الله عز وجل ودعوة نبيه يبيتون غير آمنين خوفا على نبي الله وعلى أنفسهم من القوم الكافرين فلم يتعظ أحد من قوم ثمود ولم يؤمنوا بما أنزل على صالح من الله رب العالمين فراح القوم يعدون لما قد عزموا عليه بأن يقتلوا نبي الله صالحا عليه السلام دون أن يشعر بهم أحد فحق عليهم عذاب الله وحق لهم سوء الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم أتيت مبكرا على غير عادتك يا قدار ما السر يا تورا؟ اجلسي يا عالية فهناك أمر سأحدثك به تحدثني به؟ هذا غريب فنحن نادرا ما نتحدث إذن تكلم ما الأمر المهم؟ وهذا هو بيت القصيد تعلمين أنني لا أحبك كما أعلم أنك لا تحبينني وها أنا قد عزمت على كفاك يا ابن العم كفاك فقد اتضح الأمر ويبدو أن ما سمعته صحيح عن أي شيء تتحدثين؟ وما الذي سمعته؟ عنك أنت وصدوق صدوق بنت محية ها قد عاد إليك حبك القديم هذا شيء لم أنكره سابقا ولن أنكره الآن فليكن لك ما أردت يا قدار فكما قلت كلانا لم يحمل يوما حبا للآخر ولكني أحذرك من صدوق فهي أفع أفع تتخف في جسد فتاة جميلة إياك وأن تصدقها في شيء يا قدار صدوق ابنة عمي وأنا أعلم الناس بها لا شأن لك بها يا عالية فمن الغد ستصبح زوجتي وستحل محلك في هذا البيت وستحمل اسمي وسيكون منها ذريتي من بعدي إذا طبت لها وطابت لك فكلاكما من طينة سيئة واحدة اذهب اذهب يا قدار وجهز العرس جهز عرسك على الحية بنتي محية وحينما تعود لن تجدني في بيتك ولكن تذكر قولي تذكر قولي جيدا ستأخذك صدوق وتغوص بك في قاع جهنم هذا وعد مني أقسم عليه أعتقد أن هذا هو يومنا الأخير في هذه القرية أمن أخبرك بذلك يا فلاح؟ لا أحد فإن وعيد نبي الله لثمود يبدأ من الغد وأظن بأن نبي الله سيأمرنا بالخروج من الحجر اليوم أصبت الرأيها فلاح ولكن لم يأتنا أمر من نبي الله بعد ربما أبلغ نبي الله الأحطب فهو جليسه ولا يفارقه إلا فيما ندر وكيف لنا أن نعرف بأمر الهجرة؟ يجب علينا أن نذهب لنسأل الأحطب فربما وجدنا عنده ضلتنا وماذا عن أغنامنا؟ عن أي أغنام تتحدث؟ إنها هجرة فهل سمعت عن رجل يهاجر بغنمه؟ هنيئا للسباع بالأغنام وهنيئا لنا بالهجرة فليشهد الله أننا بعنا هذه الدنيا ابتغاء مرضاته فاللهم مرضى عنا وتقبل صالح أعمالنا هل أنت سعيدة الآن يا بنت أبيك؟ أرجوك يا أمي لا تفسدي علي فرحتي ودعك من هذا الحديث فكل شيء قد تم كما أردت وما الذي أردته يا صدوق؟ أن يحضر قدار مهري وها قد فعل وأخرج عالية من بيته ذلك البيت الذي سأكون أنا سيدته من الغد وهل أنت على يقين من قدوم الغد يا بنت محية؟ ماذا تقولين يا أمي؟ أقول ما سمعت يا بنتي؟ وما الذي سيمنع الغد من القدوم؟ لعنة صالح لعنة صالح التي تكذبينها أو ما زلت ترددين هذا الحديث الهزلي؟ كفاك يا أمي كفاكي لعنة صالح ليست بالهزل يا صدوق بل هي حق كما كانت الناقة حق أخبريني يا أمي إذا كنت مؤمنة بصالح وصدق نبوته لما لم تعلني عن إيمانك به أمام الناس؟ أنا لا أؤمن بصالح ولا بغيره فكل شيء يتساوى عندي يا بنت محية ولكني أشم رائحة الحقيقة وأعرف كيف أفرق بين الحق والباطل لا عليك يا أمي فأمر صالح سينتهي اليوم ولن يبقى له وجود أو ذكر بعد ذلك كيف هذا؟ لا عليك يا أمي ولا تشغلي بالك بهذا الحديث الذي لا طائل منه تحدث يا صدوق ماذا تعرفين؟ كيف سينتهي أمر صالح؟ سيتخلص قدار منه كما تخلص من ناقته ماذا تقولين؟ كيف هذا؟ كفاك يا أمي لقد اكتفيت من هذا الحديث فعندي الكثير لأفعله فغدا بالنسبة لي يوم حافل صدقت يا صدوق إن غدا يوم حافل عمتم مساء يا فرسان ثمود ألأنتم مستعدون؟ على أتم الاستعداد فلنفعل ما فعلناه في يوم الناقة والتشهد آلهتنا علينا ولكن يجب الحضر كل الحضر حتى لا ينكشف أمرنا فالأمر جد خطير لا تخش شيئا يا داب ففرسان ثمود هم خير فرسان العرب وهم يدركون عظيم صنعهم ويعرفون ماذا يفعلون ما إن تغرب الشمس حتى نبدأ في التحرك نحو بيت صالح ثم نقتحم بيته ونضربه ضربة رجل واحد فلا يكتب له النجاة هل أنت متأكد من وجوده في بيته الآن يا مصرع؟ يعود صالح إلى بيته قبل غروب الشمس ولا يخرج من بيته إلا مع بزوغ أول ضوء من الشمس تعلمون جيدا كما أعلم بأن هذا الأمر عظيم فلو استطعنا أن نقتل صالحا في الخفاء لن تصير حرب بين القبائل فإياكم ثم إياكم أن ينكشف أمر أحد منكم لا تخف يا قدار فجميعنا حريص كل الحرص على أن ينهي فتنة صالح حتى تعود السكينة لثمود من جديد إذن فاستعدوا فها هي الشمس تعلن عن غيابها عن الأرض وكأنها تخبرنا بنباء عظيم اجتمع المؤمنون في بيت نبي الله صالح عليه السلام فأبلغهم بأن الله قد أمره بالخروج من مدينة الحجر هو ومن معه من المؤمنين ذلك لأن لعنة الله قد حلت على القوم المشركين وأن الله سينزل العذاب على الذين كفروا وحاربوا الله ورسوله وسينجي الله المؤمنين فرضي المؤمنون بقضاء الله وراحوا يستعدون للخروج بصحبة نبي الله صالح عليه السلام لا أثر له أين ذهب؟ لا أعلم فليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادته إذن أين ذهب؟ لا تترك مكانا دون أن تبحثوا فيه لقد فعلها إنه ليس هنا ربما قد علم بأمر قدومنا ومن أخبره؟ هل أحد يعلم بالأمر غيرنا؟ ربما أخبره ربه أتقول كما يقول هؤلاء السفهاء يا رجل؟ ابحثوا مرة ثانية لا تتركوا مكانا دون البحث فيه بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرقت شمس اليوم الأول على قوم ثمود فأصبحوا على حال غير الحال الذي باتوا عليه اصفر لون جلودهم في اليوم الأول ثم احمرت جلودهم في اليوم الثاني تصديقا لوعيد نبي الله لهم فراح ينظر بعضهم إلى بعض خائفين لا يصدقون ما يرون فهذا هو يومهم الثاني الذي وعدهم به نبي الله صالح عليه السلام يتساءلون بينهم هل يصدق صالح في وعده هل ينزل الله العذاب الأليم عليهم كما فعل مع الأقوام البائدة هل تكون هذه العلامات هي إعلان نهاية قوم ثمود وهلاكهم ورغم كل ما جاءهم من آيات لم يرجعوا ولم يتوبوا فإنهم كانوا قوما ضالين بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم ما هذا الذي حل منه يا ابن بلغوم هذا ما وعدنا به صالح تحدث يا ابن بلغوم اهدأوا اهدأوا يا قوم اهدأوا من قال بأن هذه هي لعنة صالح؟ إنها إنها إشارة من الآلهة بأنكم آمنون فلا تخافوا إن الآلهة تتحفظكم من سحر صالح ماذا؟ الآلهة؟ أتريد أن تخضعنا ثانية يا ابن بلغوم؟ يا قوم يا قوم إياكم وأن تصدقوا صالحا هذا السحر الذي نالنا هو من فعله صدقوني احذروا من غضب الآلهة عليكم فهي من تحمينا من سحره فلتدعو الآلهة بقلوب صادقة لكي يذهب عنا هذا البلاء فلنذهب إلى المعبد ولنسجد لآلهتنا العوالي عسى أن يتقبلوا دعاءنا نعم الرأي هيا بنا يا رجال فلندعو الآلهة هيا هيا ما هذا يمنى بلغوم لقد حلت عليك العنة صالح إن صالحا وإنك لا أعلم الناس بذلك لم يعد هناك مفر من العذاب إنه قدرنا المحتوم لا سبيل للفرار منه لا سبيل يا حارث يا حارث ما هذا الذي أرى ما الذي أرى ما هذا يا حارث يا حارث يا حارث ألا تسمعني يا رجل ما الذي حدث للون جلدي لقد تحول لوني عن الأمس من الأصفر كلون الرمال إلى الأحمر أي ولاء هذا يا حارث أي ولاء هذا ها قد حلت اللعنة يا منية هذا ما حدثتك عنه في السابق إنها لعنة صالح وربه فهذا يومنا الأول ولم يعد لأحدنا توبة لا لا تقول هذا فأنت سيد ثمود أنت دعك من هذا الحديث يا أمرأة ألم تفهمي بعد لقد حلت علينا اللعنة بما قدمته أيدينا لقد لعن الثمود كما لعنت عاد عن أي سيادة تتحدثين لقد أوردنا قدار طريق المهالك ها نحن على أعتاب جهنم لا يفصلنا عنها سوى يومين ولكنني لا أريد الموت يا حارث لا أريد الموت الموت هو أهون ما في الأمر يمرأه إنما الهول كله فيما بعد الموت لن تغني عني قبيلتي ولا أموالي أموالي التي أخذتها غصبا من أخي الأحطب أموالي التي كانت عندي أعظم من الرب في عليائه من ينجينا من العذاب من ينجينا من العذاب الآن يا منيعة فلندعو الألهة أعسى أن تتشف علىنا ادعي كما تشائين يا منيعة فهذا هو جلدي يشهد على وقوع لعنة الرب علي وعلى القوم أجمعين ادعي يا منيعة كيفما شئتي فلقد حلت علينا اللعنة وها هي سوء الخاتمة ها هي الآن الكاشفة يا قوم ثمود كاشفة لا ريب فيها وإياكم وسؤال ابن بلغوم ثانية فهو من أوصلكم بأقدامكم لتقفوا على حافة اللعنة ابن بلغوم وأين هو ابن بلغوم لقد دخل بيته وأغلق على نفسه فلا يقربه أحد إنه كان يعلم بأنه كذاب لقد خدعنا جميعا فصرنا كلنا على هذا الحال اللعنة تطرق أبوابنا طرقا ولا سبيل للهرب لا شيء نفعله يا رجل لا شيء فلقد أغلقت أبواب الرحمة في وجوهنا فلتستعدوا يا قوم ثمود استعدوا لرحلة العذاب أما أنا فذهب لحفر قبري بيدي فهذه هي ساعتنا الأخيرة من يرد منكم حفظ بدنه وسطر عورته بعد الموت فليأتي معي ألم أخبرك بأني أشم مرائحة الحقيقة؟ ما رأيك الآن يا بنت محية؟ هل صالح كاذب أم صادق؟ أما زلت تكذبين ما تراه عيناك؟ لقد أصبح الأمر حقيقة حقيقة لا يمكن تكذيبها يا صدوق كفاك يا أمي كفاك ليس بكاف أنت من فعلت هذا بقومك أنت من أتت بالخراب لأهلها حضرتك ولكنك لم تستمع لكلامي كيف حال العرس يا صدوق؟ كيف حال الذبائح؟ كيف حال البيت الذي ستصبحين سيدته؟ أين قدار بن سالف؟ تكلمي أين قدار؟ أين اختافه؟ هل بقي شيء يا صدوق؟ هل بقي شيء؟ سيعود قدار سيعود ولن يصيبنا شيء صدقيني يا أمي صدقيني قدار لقد قتل قدار ومعه ثمانية من الرجال خسف بهم بيت صالح الخبر يتداوله الناس منذ الصباح بعد أن تأكدوا من صحته قدار مات؟ مات بعد كل هذا؟ لا أكد أصدق لا أصدق ما أسمعه لا يا أمي لا أصدق ما أسمعه أنت من قتلته يا صدوق أنت نهايته كانت على يديك كما ستكون نهايتنا جميعا الحمد لله الذي بلغنا هذا المبلغ وإلا كنا مع هؤلاء القوم الملعونين ما كان الله ليهلكنا مع القوم الظالمين فإن الله رحيم بعباده الطائعين لا أعرف ما الذي ينتظرنا إلا أنني راضية بكل ما يكتبه الله لنا وهل هناك أعظم من أن يكتب الله لنا صحبة نبيه إنه لثواب عظيم فاللهم اجمعنا بنبيك الكريم في الدار الدنيا وفي الآخرة الله أمين أيقن قوم ثمود بالمصير المحتوم وأنه لمفر لهم من العذاب الأليم فمنهم من جلس في بيته ينتظر العذاب ومنهم من رح يدعو آلهته عسى أن يشفع له دعاؤه عنده فكان بذلك من الضالين إنه اليوم الثالث لقد صدق صالح وعده وأين صالح الآن لنسأله أن يدعو لنا ربه بأن يرفع عنا العذاب وبعدها نكون من الصالحين لقد ترك صالح المدينة وكل من آمن به وما السبيل الآن يا رجال هذه هي النهاية؟ هل هذه هي نهاية قوم ثمود؟ لا سبيل للنجاة لقد حق علينا العذاب بما قدمته أيدينا انظروا إلى هذه الصحابة إنها صحابة خير فاجتمعوا اجتمعوا أسفلها اجتمعوا يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم هلموا يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائكم هلموا إلى هنا لكي تنزل علينا الرحمات هلموا هلموا الله 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 ولم ولم قضي أمر الله لم يبق من قوم ثمود أحد هلكت كل نفس أشركت بالله وحاربت الحق فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يظلم ربك أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر